اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرية والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية قهى وإدفينة والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا وبتكلفة استثمارية حوالي خمسة مليارات ونصف المليار جنيه وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث سيضم المجمع تسعة مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة وقد وجه السيد الرئيس بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير أخذا في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات والتي تضم سلسلة مصانع غذائية من ضمنها مجمع صناعات سايلو فودز كما شهد الاجتماع عرض موقف الزراعات الزيتون في مصر بما فيها الإنتاج الكلي وحجم التصدير على مدار السنوات الماضية فضلا عن أهم الأصناف المنزرعة في مصر وتوزيعها الجغرافية على مستوى المحافظات وكذا محاور الرؤية المستقبلية للنهوض بزراعة الزيتون وزيادة صادراته وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع في المساحات المنزرعة إلى جانب تعزيز التصنيع والتسويق لزيادة القيمة المضافة من إنتاج الزيتون على المستوى المحلي وذلك لتعظيم الاستفادة من المقومات المتعددة التي تمتلكها مصر في هذا الإطار كما تم استعراض المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل بهدف تحديث طرق زراعته باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وذلك من خلال ترشيد استخدام الأسملة والبذور وسهولة استخدام نظم الري الحديثة لترشيد استخدام المياه وتيسير تطبيقات الميكانة في الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج والحد من الفاقد الناتج من الحصاد بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدانية من ناحية الكم والنوع وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتل خاصة ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة إلى جانب تطبيق أساليب الري الحديث في المساحات المنزرعة بالشتل وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل والمتمثلة في زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف وهو الأمر الذي سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشي كما اطلع السيد الرئيس على أهم محاور الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات المصرية على مستوى الجمهورية سواء من خلال المصايد الطبيعية أو عن طريق الاستزراع السمكي موجها سيادته بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر خاصة عن طريق الالتزام بفترات وقف صيد الأسماك وقت تفريخها إلى جانب إحكام الرقابة ومناطرق الصيد المخالفة بالإضافة إلى تزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج ترجمة نانسي قنقر